في رحلة البحث عن درع عربي يحارب فيه تمدد إيران في الشرق الأوسط يحط رئيس الوزراء الإسرائيلي نافيتالي بينيت لأول مرة منذ توليه المنصب في العاصمة الأمريكية واشنطن يقلب الملفات الأكثر أهمية التي تمس أمن إسرائيل مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستون بينما ينتظر لقاء آخر يجمعه مع بايدن اليوم الخميس لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والرؤية الأمريكية في هذا الملف وفي أول لقاء مباشر مع الصديق القديم بايدن كما يصفه نافيتالي حول المراحل المتقدمة التي وصل إليها البرنامج النووي الإيراني والتقنيات التي طورتها إيران وسط تضارب في شكل الحل بين الصديقين إذ يرى بينيت أن العودة للاتفاق مع طهران ليست حلاً مناسباً في حين يؤكد بايدن أن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسارة الدبلوماسية مع إيران التحرك الإسرائيلي لمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي يأتي بالتزامن مع محادثات تجري في العاصمة النمساوية بين إيران والدول الأطراف التي تسعى لإنعاش الاتفاق وصياغة تفاهم يسمح برفع بعض العقوبات عن إيران مقابل عودتها للالتزامات التي تراجعت عنها بعد الانسحاب الأمريكي في عهد ترامب فهل ستلقى خطط نافيتلي بنيت المنهجية آذاناً مصغية في أمريكا التي صمت آذانها عما يدور في الخارج وفق سياسة الإدارة الجديدة